نقطة تحول همى سيكون لها تأثير كبير في المصاري السياسي للازمة الليبية بعد اختتام يوم السبت الماضي للاجتماع التشاوري المنعاقد بمدينة طنجة لمجلس نواب الليبية فالمملكة المغربية عملت على مواكبة لرغبة النواب الليبيين والمجتمع الدولي ضامان التئامه الاجتماع امتد تطوره بين الثالث والعشرين والثامن والعشرين نوابير وعرف ولأول مرة منذ سنوات حضور أكثر من مئة وثلاثة وعشرين نائبا ضرلمانيا ليبيانا رقما يعد مؤشر نجاح في حد ذاته الجميع ينتظر من مجلس النواب أن يلعب الدور الذي محدد له في الاتفاق السياسي وهو دور مهم في مجال التعيين في مجال تشريع في مجال المراقبة وأظن بأن المرحلة السياسية الراهنة تحتاج إلى مجلس النواب في الوئام ويصير افتجاه واحد تنتهي فيه انقصامات الجغرافية والسياسية أو غيرها ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا ولخدمة الليبيين النواب المشاركون في الاجتماع التشاركي أكد أن ذاكرة الليبيين ستسجل دور المغرف لمش من مجلس النواب لتذويب الجليد بين أعضائه وتهيئة الجو المناسب لذلك وقد جاء في البيان الختمي الأعلان عن عقد جلسة التئام للمجلس بمدينة غدماس مباشرة بعد العودة إلى ليبيا لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقصام بمجلس النواب وأداء استحقاقاته على أكمل وجهه ثانيا العزم على المدي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها ثالثا الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الأعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي ونثمن ما تم إنجازه عبر لجنة خمسة زايد خمسة من خطوات إيجابية بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية وضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه والدعوة إلى نبدي خطاب الكراهية وحث كافة المنابر الإعلامية على إعلاء خطاب تصالحي وتسامحه